اشتركوا في القناة في الراجل اللي كانت فكرة الفيرس اللي هيختفى على حصان الابيض وهو محصلش الحصان الابيض نفسه الجواز يعني بيستحضرني النهاردة ان هو مشكلة مشكلة بتواجه ولد وبنت عايزين يرتبطوا عايزين يبنوا عيش النهاردة بيستحضرني مثلا موقف ان الولد قاعد مع والد العروسة اللي هو هيبقى حمال مستقبلي بيقوله يا عمي انا بطلب ايد بنتك بالهدوم اللي عليها فبيقوله لا يا ابني الهدوم اللي عليها دي تحديدا بتاعت خليطة ما قدرش لو عرفت هتنفخها فقلت يا عمي انا عايزها بشنطة هدومها فيقوله لا يا ابني والله الشنطة دي تحديدا بتاعتمامتها وكنا اصلا مؤجرينها وسافرنا بيها بلطيم والشنطة دي لو حصل فيها اي مشكلة هتبقى كارثة كبيرة طب يا عمي ايه الحل طب ا 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 انا طالب القرب طب يا ابني ما انت هتقرب من كتر من كده هتقعد على حجر يعني يا عمي لا انا عايز اتجاوز بنتك يا ابني بص هقولك على حاجة خد الصغيرة لان الصغيرة هترمي معاك لحم في العيد وهتبقى كويسة او يا عمي انا عايزة كبيرة يا ابني ما احنا لسه كنا شايلين الكاليا اليمين الكاليا اليمين هو انت كت شايل الكاليا اليمين ليه يا عمي ما احنا كنا لسه بنغير العربية عشان عليها اقصات طب بص يا ابني انا هديلك باكدش خد الصغيرة وانا مش هكتب لك القرنية في العيمة اقولك على حاجة الاكلشي ده طبعا تناولته السينما المصرية على مدار تاريخ من تسعة وخمسين لغاية النهاردة يعني اشهر حما في تاريخ السينما المصرية كانت ماري مونين يعني مثلا في هذا هو الحب هنلاقيها بتختبر العروسة المستقبلية لابنها فبتشد شعرها علشان تتأكد ان هو ده توصيلة ولا شعر عيرة وبتديها البندق علشان تكسروا باسنانها عشان تتأكد من سلامة اسنان العروسة وهكذا ما كانش لسه ظهر تطور مراحل المكياج يعني على غراره النهاردة اقولك امسح المكياج بتاع العروسة هتتفاجئ ان هي كان صاحبك اللي موجود على الاول اصبحت خدع النهاردة لكن زمان كانت بتستدرج ان هي تطمن على صحتها المستقبلية هتقدر تتحمل شغل البيت هتقدر تشوف طلبات ابنها هتقدر تحقق ان هي تكون الزوجة المثالية لابنها دي حاجة الزواج كمان كانت سينما تناولته من عند الزوج الاخر هنلاحظ انه مثلا احمد مظهر في فيلم الجريمة الضحكة كان الزوج اللي مش قادر يصدق ان هو استقر في بيته كان الزوج اللي بيبحث عن الفرصة لقتل الرجل الخاين اللي زوجته بدخله معاه رغم ان الزواجة دي نفسها كانت زواجة نكحة لكن هو كمخرج كان شايف ان الزواجة دي فشلة اقولك على حاجة فكرة المعزيم كمان نفسها المعزيم اللي كانوا بيحضروا في الافلام المصرية يعني دايما تلاقي زي مثلا فيلم البحث عن المتاب في مشهد في هذا الشر عن العريس اللي جايب خاله وخالته واخواته وعمته وعمه وجز بنت عمته وجز بنت عمه والقرايب والجران والصحاب وجايب بقال معاه وجايب بتاع سوام ماركت وجايب بتاع الجزار عشان يحضروا الخطوبة اللي هي تقلبت في الاخر بجنازة في شقة خطوبة كانت جوا شقة على العكس في الفرح الشعبي تلاقي السينما استدرجت ده مثلا في فيلم افلامها زي فيلم المتساول لعدل ما المشهد الاخير دايما كان المشهد السينما الدراماتيكي اللي دايما في اخره لازم تحصل خنائة يعني مثلا العريس والعروسة بيدور خنائة جوا الفرح هم ما معرفوش عنه حاجة او احدهم طرف في الخنائة دي واحد ضرب كرسي في الكولوب فالفرح كله باز لكن الجوازة نفسها مبزتش يعني دايما تلاقي ان الجوازة في السينما المصرية تمت للنهاية ايا كانت بقى الجوازة دي كانت فشلة بعد كده او كانت نكحة بعد كده لكن هي تمت كمراسم للزواج تمت تعال اقولك على حاجة في النهاية انا عايز اقولك ان الجواز ده في واحد صاحبي من شوية قال لي ان هي احلى حاجة حصلتل في حياتك وكان ردي عليه قلتله ده احلى حاجة حصلتلي بحش انت عايز تكل عايز بس طبعا ده هزار في الحقيقة هو فعلا الجواز احلى حاجة حصلت في حياة البشرية ربنا خلاها لحياة البشرية بعيدا بقى عن السينما والافلام والتدرج ده الزواج هو وأفضل وسيلة للحفاظ علينا والحفاظ على الجيل لكن أهم حاجة إزاي تقدر تبني قصة جواز نجحة أو فشلة دي بترجع أولاً لاختيارك ثانياً لإدارة أمورك مع شريك حياتك طبعاً أنا أتمنى لكم لكل واحد حتى للولد اللي كان في أول حلقة قاعد على القهوة وهربان من الجواز أولو لا يرجع ارجع صالح شريكة حياتك أقول للبنت اللي كانت بتدعي دلوقتي عليه بقول لأ لا يديله فرصة تانية حاولوا إن انتوا تحبوا بعض أكتر يدوا فرصة على بعض أكتر الجواز فعلاً أعظم مشروع حصل في تاريخ البشرية واستناني بكرة عشان عايز أقولك على حاجة